اشتركوا في القناة وسلم تسليماً كثيراً أعزائي المشاهدين ومشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتواصل معكم في حلقة جديدة من برنامج عجائب الله سبحانه وتعالى وفي هذه الحلقة نذكر عجيبة من عجائب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بغضبه سبحانه وتعالى وصخطه على المتكبرين وعلى المهتغطرصين وعلى الظالمين فإن الله سبحانه وتعالى من عجائبه أنه يجري غضبه بكيفية عجيبة تدل على صخطه وعلى غضبه سبحانه وتعالى على من يقوم بارتكاب الكبائر ومنها هذه الكبيرة فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيالاء إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة يجر إزاره من الخيالاء من الكبر والتكبر وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل خرج في بردين أخضرين يختالوا بهما إذ أمر الله سبحانه وتعالى الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل خرج تعجبه أو خرج رجل تعجبه جمته وبرداه إذ خسف به في الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة هذا القصص من النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لنا عجيبة من عجائب الله سبحانه وتعالى في صب غضبه وغضبه على فئة من فئات الناس وهي المتكبرين والمتقطرصين والذين يرون أنفسهم أكبر وأعظم وأجل من الناس ركون إلى الأمور البشرية من مال وسلطان وما يتعلق من أمور جاهلية أخرى لا ترتبط ولا تتفق أبدا مع كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه القصة من الفوائد والعبر التي ذكرها العلم تحريم جر الثوب ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ومنها المسبل وقال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله سبحانه وتعالى إليه يوم القيامة وقال من جر في مشهد آخر قال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر له يوم القيامة فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن أحد جانبي إزاري يسترخي يا رسول الله وإن يتعاهده فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم واضحا ومحددا فقال لست ممن يفعله خيالا علق الأمر بالخيالا صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكرها العلم أن الإسبال حرام على وجه الخيالا من يفعله خيالا وكبر كما حدث وكما هو واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك هو المحرم ويكره لغير الخيالا أيضا في هذه القصة من الفوائد العبر والأحكام الشرعية تحريموا لباس الشهرة ففي لفظ الحديث في إحدى روايته خرج في بردين أخضرين يختال فيهما بردين يعني لباس جميل مشتهر وثوب الشهرة وثوب الشهرة كما ذكر العلم هو الثوب الذي يقصد به الاشتهار بين الناس سواء كان ذلك نفيسا غاليا يترفع به الناس أو كان رخيصا يريد أن يظهر من خلاله الزهد والورع وأنه زاهد في الدنيا ولا يريد الدنيا أيضا ذلك من لباس الشهرة المنهي عنه شرعا أيضا في هذا الحديث بيان لعاقبة الكبر وخطورة الكبر على المتكبرين ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يذل المتكبرين يوم القيامة ويحقر من شأنهم ويستصغرهم يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان الجزاء من جنس العمل هو يرى نفسه بخلاف الناس ويتكبر فكان عقبته يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يحشر المتكبرين بصورة تدل على إذلالهم وعلى احتقارهم وعلى استصغارهم بأنهم يحشرون أمثال الذر يحيط بهم ويغشاهم الذل من كل مكان أيضا في هذا القصص وفي هذه الحديث الذي ذكرنا وقوع الخسف فهذا الرجل خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة وهذه حقيقة لا مجازا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر العلم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة ظهور الخسف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان أو في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف وهذا يدل على خطورة المجاهرة في المعاصي الكبائر حينما يكابر الإنسان ويجهر بالمعصية فلا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى أيضا من الفوأد الذكرها العلم في هذا الحديث إثبات عذاب القبر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غذوة وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أيضا خطورة إعجاب الإنسان والمرء بنفسه فهو من المهلكات وهم الأمور التي تؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى وتؤدي كما شاهدنا وسمعنا في هذا الحديث إلى إظهار صخط الله سبحانه وتعالى في عجيبة من العجائب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات منها إعجاب المرء بنفسه أيضا من الأمور المهمة التي تعلق بالفرد وبالمجتمع عدم الأمن من تعجل العذاب ووقوعه على الذنب الذي يقوم به الإنسان فلأم الإنسان الذي تلبس بذنب أو أي مجتمع تلبس بذنب من الذنوب وجاهرة فيها لا يأمن من وقع الذنب بأي لحظة من النحضات وبأي صورة من الصور وبأي هيئة وشكل من أشكال لا يتوقع ولا يتصور من قبل الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والشاهد من ذلك أن الإنسان رأى وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه العجيبة فيحذر من صخط الله سبحانه وتعالى ويحذر من اقتراب من الذنوب ومن الكبائر ومن وجاهرة بها التي تؤدي لصخط الله سبحانه وتعالى وتوجب غضبه وإظهار عجائب صخطه سبحانه وتعالى نتوقف هنا ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر